قبل أيام قليلة من الانتخابات البلدية والإقليمية في إسبانيا دخلت قضية العنصرية في صلب المشهد السياسي رئيسة حكومة مدريد إسابيل دياس أيوسو وهي التي تستعد للتجديد لولاية ثانية كانت حاسمة في كلامها الهجوم العنصري على فينيوسيوس يعادل التهجم على الملك إلى هذه الدرجة تستغل الأحزاب السياسية ما حصل في المباراة لاجتذاب الناخبين هذا ما فعله حزب فوكس اليميني حين شبه حالة فينيوس بما حصل مع بعض مرشحيه بين الاستغلال السياسي والعنصرية التي أطلت برأسها خرج رئيس الحكومة الاشتراكي بيرو سانشاس ليؤكد أن لا تسامح مع العنصرية وأن كره الأجانب ليس موجودا في الكرة الإسبانية ولا في المجتمع عامة النيابة العامة في فالنسيا سارعت إلى فتح تحقيق في الواقع ومن تثبت عليه التهمة بإطلاق شعارات عنصرية سيمنع من دخول الملاعب مدى الحياة الاتحاد الدولي لكرة القدم دخل على الخط ورئيسه جياني إنفانتينو طرح الخطوات القانونية والمؤلفة من ثلاث مراحل على أن تكون النقطة الأخيرة إيقاف المباراة وخسارة صاحب الأرض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا طالب بحماية الرياضيين البرازيليين في إسبانيا كلام دا سيلفا ترجمه وزير العدل البرازيلي حين طالب بتطبيق قانون الحصانة المحلية خارج حدود الوطن أطفئت الإنارة على تمثال السيد المسيح في مدينة ريو دي جينيرو تضامنا مع اللعب البرازيلي فصلت فينيسيوس الضوء على المدن الإسبانية حيث تعرض للإهانات العنصرية مثل بيادوليد وفالينسيا وبرشلونا ومدريد وجزيرة مايوركا القاسم المشترك بين هذه المدن أنها سياحية من المستوى الأول والخشية تكمن في اهتزاز هذا القطاع على أبواب الصيف